اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم مع بعض ازاي تفهم تحاليل وظائف الكلا ولو عندك عيان وانت عايز تطمن على الكلا بتاعته وتعرف شغالة كويس ولا لا تطلب له تحاليل ايه بالزبط في البداية وقبل كل حاجة دوس لايك وانت معدي مش هتخسر حاجة طبعا الكلا عضو مهم جدا في اجسامنا بيتخلص من السموم والمواد الضرة ومسؤول كمان عن توازن السوائل في جسمنا وعن توازن المعادن في اجسامنا وليه ادوار تانية كتير لكن للأسف لو حصل تدهور في وظائف الكلا ممكن العيان ما يحسش باي اعراض خالص الا في الحالات المتأخرة وعشان كده دايما نحب نتطمن على الكلا بدري بالفحوصات والتحاليل اللي هنقول عليها اشهر تحليلين بينطلبوا في مصر كسكرينج او فحص شامل كده عشان يتطمنوا على وظائف الكلا هو السيرام كرياتينين وسيرام يوريا او بيو ان تحليلين متوفرين تمنهم مش غالي وكويسين تعالوا نتكلم عنهم بالتفصيل شوية اول تحليل نتكلم عنه هو السيرام يوريا الطبيع بتاعه المفروض يكون تقريبا من 15 لحد 40 كل ما تعلي القيمة عن كده يبقى في مشكلة في الكلا وعشان تحوله لبيو ان البلاد يوريا نيتروجين اقسم على 12 ممية يعني لو عندك عيان اليوريا بتاعته طلعت 60 عايز تعرف هي كام بيو ان يعني اقسم على 12 ممية يطلع لك تقريبا حوالي 28 والعكس صحيح لو انت عيان المعمل بتاعك كاتب بيو ان انت عايز تعرف اليوريا كام اضرب في 12 ممية عيان مثلا البيو ان بتاعته 20 اضرب في 12 ممية يبقى اليوريا بتاعته تقريبا 42 وتحليل اليوريا ده كان تقريبا من اول التحاليل اللي تعملت عشان نعرف بيها وظائف الكلا لكن اتضح ان له عيوب كتير زي مثلا ان مستوى اليوريا ده ممكن يتأثر بعوامل تانية غير وظائف الكلا تبقى الكلا شغالة كويس لكن تلاقي اليوريا رفعت او نزلت لاسباب تانية زي ايه مثلا يعني مثلا في بعض الادوية ممكن ترفع اليوريا لو عيان بياكل بروتينات في الطعام بتاعه بشكل كبير ترفع اليوريا لو عيان عنده ارتفاع درجة حرارة او عيان كان في حدثة ممكن نلاقي اليوريا بتاعته مرفوعة لو عيان عنده فشل في وظائف القلب ممكن نلاقي اليوريا مرفوعة وبرضو في حاجات تانية تنزل مستوى اليوريا غير الكلا زي مثلا عيان مش بياكل بروتينات كتير في الاكل بتاعه زي مثلا الست الحامل زي مثلا لو عيان عنده امراض في الكبد وعشان كده التحليل ده اللي اعتماد عليه مش كبير اول اما التحليل التاني بقى فهو سيرم كرياتينين طبعا ده اشهر واحد معتمد عليه دلوقتي الكرياتينين اصلا ده ناتج من العضلات وبيتم اخراجه عن طريق الكلا وبيخرج في البول فانت بتقس الكرياتينين للعيان لو لقيته عالي بيقول ان فيه مشكلة في الكلا الطبيعي بتاعه انه في الستات يكون من 6 من 10 لواحد وفي الرجالة يكون من 8 من 10 لواحد و3 من 10 لكن بالرغم من ان التحليل ده كويس الا انه برضو ليه عيوب زي مثلا من عيوبه الاستجابة البطيقة يعني تلاقي الكلا وظائفها بدأت تتدهور والكرياتينين لسه طبيعي يعني مثلا فيه حاجه اسمها الجي إفؤار هنتكلم عنها بعد شوية اللي هي يعني تعتبر كفاءة الكلا او قدرة الكلا على فلترة الدم ممكن الجي إفؤار دي تبقى فيها مشكلة كبيرة والكرياتينين لسه طبيعي وممكن لما تيجي تدور على الكرياتينين وتلاقيه بقى الضعف بتاعه يعني مثلا واحد الكرياتينين بتاعه الطبيعي في الاحوال العادية واحد ممكن لما تيجي تعمل له التحليل تلاقي اتنين تلاقي الجي اف ار دي نزلت للنص ودي طبعا حاجة خطيرة لكن بصراحة بعد الكرياتينين ما بيرفع ويبقى مناسب للجي اف ار يعني بيعبر عن الجي اف ار بيبقى حساس بعد كده لمستوى الجي اف ار بيعلى وبينزل مع الجي اف ار لكنه في البدايات بس مش كويس شوية كمان برضو من عيوبه ان برضو بيتأثر بحوامل تانية زي مثلا برضو ممكن يرفع مع بعض الادوية زي مثلا السيمتيدين ده دوة بتاع الحم ممكن يرفع برضو لو العيان بياكل بروتينات كتيرة في الطعام بتاعه وبردو لو العيان بيتمرن تمارين عنيفة ممكن يلاقي كرياتينين ده عالي والعكس ممكن برضو ينخفض لو العيان مش بياكل بروتينات كتيرة وممكن يقل برضو لو العيان عنده كتلة العضلات بتاعته قليلة لاي سبب وكمان بيقل كمان مع تقدم السن وبردو بيقل مع امراض الكبد عشان كده الكرياتينين واليوريا ممكن نعتبرهم تحليلين كويسين لوظائف الكلى لو انت مش شاكك بشكل كبير في العيان بتاعك اما لو انت شا برضو في العيان بتاعك يبقى لنا كلام تاني وصحصح معايدة في حاجة اسمها جي اف اار او جليمرار فلتريشن ريت دي معناها ان في الدقيقة الوحدة الكلا بتفلتر كمية دم الدقيقة وتتخلص من السموم اللي جواها والطبيعي بتاع الانسان انه يكون اكتر من 90 مليليتر في الدقيقة الوحدة يعني في الدقيقة الوحدة المفروض الكليتين يفلتروا 90 مليليتر من الدم او اكتر بس الجي اف اار دي ما بقدرش اقاقسها بشكل مباشر ما عنديش حاجة تدخل جوا الكلة وتشوفها فلترة كمية الدم قد ايه في الدقيقة عشان كده بستخدم طرق تانية غير مباشرة عن طريق مثلا ان انا بشوف مواد الكلا بتتخلص منها واشوف مستواها في الدم سواء المواد دي كانت خارجية يعني انا احقنها للعيان واشوف الكلة بتتخلص منها على مدار الوقت كل قد ايه عن طريق ان انا بقيس مستواها في الدم يعني زي ايه المواد الخارجية دي حاجة اسمها الانيولين مش انسولين اسمها انيولين الحاجات دي ممكن احقنها للعيان وبقيس مستواها في الدم كل فترة وعن طريق يعني الحاجات دي بعرف الكلا بتفلتر دم قد ايه او الجي اف اار قد ايه بتاع الكلا لكنهم غاليين شوية ومش متوفرين في كل الاماكن وممكن استخدم مواد تانية داخلية من داخل الجسم نفسه زي مين زي الكرياتينين الكرياتينين اللي احنا اسنا في الدم ممكن استخدمه عشان عرف بيه الجي اف A يعني بيستخدم معادله معينه كده عشان اعرف بيها الجي اف ار بتاع العيان في معادلة اسمها إم دي اردي ومعادلة اسمها سي كي دي اي بي اي وعشان انت ما تلغبطش نفسك كتير في مواقع دلوقتي بتحسب لك الجي اف ار لما تديها معلومات معينة زي مثلا السن وزي نوع المريض هل هو ذكر ولا انسى وزي العرق بتاع المريض هل هو اميركو افريكان او بلاك اسود ولا غير كده والكرياتينين اللي انت قاستو وهشرح لك ده بالفيديو تقدر تعمله بسرع على موقع الانترنت اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت زي كده لما بتدخل على الرابط بيجي لك الصفحة بالشكل ده كده بيسألك العيان ميل ولا في ميل زكر ولا انسى هنفرض مثلا انه ميل بعد كده بيقولك الريز بتاعه هل هو نان افريكان امريكان ولا افريكان امريكان انت بتختار مثلا نان افريكان امريكان مثلا هو في مصر بتختار الاج بتاعه السن كام والنفرض 30 سنة وبعد كده بتنزل بيقولك الكرياتينين فبتكتب والنفرض انه واحد وواحد من عشرة بس نخلي بالنا من واحدة القياس احنا هنا في مصر مثلا بتبقى ميلي جرامبر دي سي ليتر فانت تغيرها عشان تبديك نتائج مزبوطة فبيدينا النتيجة عن طريق معد اثنين لاثنين يا اما الام دي ار دي طرعة تلاتة وتمانين ونص يا اما سي كي دي اي بي اي ودي الاضق شوية والنتيجة تسعة وتمانين وستة من عشرة سهل جدا الموقع تقدر تستخدمه بعد انت ما تعرف فق الجي اف ار ده طلع كام تقدر تقسم حالة العيان طبعا لو اكتر من تسعين احنا قلنا يبقى كده طبيعي بنسميه جريد ون من تسعين لستين يبقى ده جريد تو من ستين لتلاتين جريد ثري من تلاتين لخمستاشر جريد فور واقل من خمستاشر بيبقى جريد فايف كمان في تحليل اسمه 24 hour urinary creatinine clearance ممكن استخدم التحليل ده هو كمان عشان احسبيه الجي اف ار وده بعمله ازاي؟ عن طريق ان انا بخلي العيان يجمع البول بتاعه لمدة 24 ساعة اخد البول ده واشوف فيه كمية كرياتينين قد ايه وهبقى عارف حجم البول قد ايه وبقيس للعيان في نفس الوقت السيرم كرياتينين او مستوى الكرياتينين في الدم بتاعه وعن طريق المعادلة البسيطة دي بنعرف الجي اف ار لكن من عيوب التحليل ده انه بيجمع 24 ساعة فمش عملي والعيان بيغلط وما بيجمعش بشكل كويس فالتحليل ده مش عملي الى حد كبير كمان فيه تحليل بيتعامل في الدم اسمه سيرمسستاتين ده برضه من خلاله اه ده راح سيب الجي اف ار زيه كده زي الكرياتينين او حتى بالاضافة للكرياتينين اعرفه بس من باب العلم بالشيء الكلام بعد كده هيبقى عنه في المستقبل ان شاء الله واخيرا لو عيان عنده سكر او عنده ضغط وانت عايز تطمن على الكلا بتاعته بشكل مبكر جدا حتى قبل الجي اف ار احنا قلنا الجي اف ار دي حاجة يعني احسن حاجة تعرف بها وظيفة الكلا لا ده انت عايز تعرف حاجة قبل كده خطوة استباقية بتدور على حاجة اسمها مايكروالبومونوريا يعني ايه بقى المايكروالبومونوريا دي ركز معايا الانسان الطبيعي بيخرج بروتينات في البول بتاعه اقل من 150 ميلي جرام في اليوم ده طبيعي اي شخص ممكن يخرج الكمية دي وبيبقى من ضمن البروتينات دي حاجة اسمها قلبيومين بيكون اقل من 30 ميلي جرام في اليوم لكن لو زادت الكمية دي عن كده بيبقى ده شيء مش طبيعي بيبقى اسمها بروتيناوريا وبينقسمها الحاجتين يا اما مايكرو بروتيناوريا يا اما ماكرو بروتيناوريا مايكرو بروتيناوريا يعني كمية البروتين من حوالي 150 لحوالي 500 في اليوم في الوقت ده بيكون القلبيومين من 30 ل300 ميلي جرام في اليوم وهي دي اللي احنا بندور عليها في العيان اللي عنده ضغط او سكر عشان نلحقه بادري اما لو زادت الكمية عن كده يعني اكتر من 500 ميلي جرام بروتينا في اليوم او اكتر من 300 ميلي جرام البيومين في اليوم فدي بقت خلاص اسمها ماكرو بروتيناوريا يعني خلاص العيان ده بالتحليل العادي بتاعك هتلاقي فيه بروتينا اصلا ده خلاص كده مرحلة متأخرة شوية ونخلي بالنا انا بتكلم على ان مايكونش فيه سبب تاني هو اللي منزل البروتين في البول فيه اسباب غير الكلة ممكن تكون سبب في وجود البروتين في البول ده مش موضوعنا دلوقتي انا بتكلم ان مفيش سبب تاني والمشكلة في الكلة نفسها طيب دلوقتي انا هاعرف المايكرو البومونوريا ازاي او المايكرو بروتيناوريا ازاي عندي طريقة من اتنين يا اما اجمع البول لمدة 24 ساعة واقس كمية البروتينات اللي جواه ودي برضو طريقة مش عملية اي حاجة فيها تجميع الى 24 ساعة مش عملية وفيها اخطاق كتير يا اما اخد عينة واحدة من البول واعمل فيها تحليل اسمه يوروناري اي سي ار او البومون كريتينين ريشيو ده تحليل دقيق ومتوفر وكويس جدا لو النتيجة بتاعته طلعت اقل من 30 فالعيان كويس زي الفل خلاص يبقى كده مفيش مايكرو البومونوريا لو النتيجة بتاعته طلعت من 30 ل300 ميلي جرام برجرام يبقى كده العيان ده عنده مايكرو البومونوريا وهو ده اللي ندور عليه ونعيد له التحليل بعد فترة عشان لو استمرت ومزالت موجودة العيان ده غالبا بيحتاج علاج زي الاس والاربس لو كان مريض سكر مثلا اما لو طلعت النتيجة اكتر من 300 ميلي جرام برجرام يبقى دي معناها ماكرو البومونوريا يبقى ببساطة عشان تعرف المايكرو البومونوريا اللي هي مؤشر للمايكرو بروتينوريا ياما تعمل تجميع بول 24 ساعة وتشوف كمية البروتينيات جواهم قد ايه ياما تعمل سبوت يورين يعني من عينة واحدة كده على طول ACR اللي هو البومين كرياتينين ريشيو ودي كده كانت التحاليل الرئيسية لوظائف الكلة لكن طبعا في حاجات كتير ممكن تعمل المعادن في الدم نفسها تكون مؤشر لوظائف الكلة سوديوم البوتاسيوم وغيرها ممكن تحتاج ايمدجينج او تصوير للكلة زي السونار CT MRI او X-ray وممكن تحتاج تاخد عينة من الكلة وتحللها تحت الميكروسكوب وتشوف الهستوباسولوجي بتاعها وفي فحوصات تانية كتير على حسب الدكتور ما يطلب منك ويقيم بيها حالة الكلة وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اعمل لايك شير الفيديو واشترك في القناة شكرا لحضراتكم